الابتكار اللي بيتمتع به الشباب المصر الحلول دايما اللي بيقدموها لكتير من المشاكل بأبسط الطرق بيكون لها مكان وممكن تتطبقوا بكل بساطة وبكل سهولة لكن إذا أتيحت لهم الفرصة وكان في عملية تفاعل ما بين المسؤول وما بين أي حد عنده فكرة ممكن يقدمها على أي مستوى من المستويات وبتكون حل لكتير من المشكلات الكلام ده كله بيدل الحقيقة في وقعه على إصرار وتحدي عند الشباب دول فإحنا النهاردة معنا الحقيقة خمس شباب هنستضيف الأول منهم ثلاثة وحنطلع للفاصل بعد كده ونستقبل اتنين لأنه هم دول المجموعة لعملة الإنجاز اللي احنا بنتكلم عنه أو الفكرة المحترمة اللي احنا بنتكلم عنها فكرة أكياس الدم اللي بتكون فيها إلى حد ما نقص فيه المستشفيات فهم حاولوا أن هم يبتكروا حل المشكلة دي برى الصندوق زي ما احنا بنقول الشباب دول صمموا وعملوا تطبيق إلكتروني بيضمن نقل الدم من المتبرع لمستحقه واسمه سيفرز وده هو أول تطبيق من نوعه بيتم في مصر لعملية التبرع بالدم خلوني أرحب بضيفنا الكرام اللي مشارفيننا المهاردة معنا أحمد محمد أهلا بيك أحمد أهلا بيك صباح الفول من نور الدنيا كمان برحب بيومنا النجار وخلود النواساني أهلا بيك مشارفيننا من نور الدنيا عايزة عرف ما بدينا كده يا شباب أنتو خلصتوا دراسة ولا لسا بتدريسوا؟ والله المفروض مش هتتخرج بتاعنا أنتو خلية إي وجامات إي خلية إعلام جامعة الأهرام الكندية تمام بس أنتو أخذين حاجة بعيدة خالص عن فكرة الإعلام نعمل كامل أدفورتايزنج لأي نيو بروديك نخلينا ده نيو بروديك بتاعنا اللي احنا نعمل عنه أدفورتايزنج مين قال لكم أن أنتو تشتغلوا على الفكرة؟ هل ده موجود شخصي؟ أهلا كان مثلا من الأسات زوجهو كل الشفر؟ لا لا الفكرة يتحد معنا في الجروب ياسمين هي صاحبة الفكرة واحنا كلنا اشتغلنا عليها وحاولنا أن احنا نطورها عشان تظهر بالشكل ده في الآخر طيب قولي لي يا غلود أنت دورك كان إيه في المنظومة دي؟ هو احنا كلنا بنشتغل مع بعض يعني أي حاجة حصلت في الفكرة أي حد مننا بيقولها فكلنا بنفضل نتناقش مع بعض وفي الآخر بننفذها يعني كل واحد مننا لي جزء اللي هو بينفس فيه بس كلنا مشتركين في الموضوع يعني فما فيش حد مختص بحاجة واحدة كويس بدأت وامت؟ بدأنا أول ما بدأنا مشروع التخرج بتاعنا يعني تقريبا في شهر اتنين بس الفكرة أصلا كانت عندنا من سنتين احنا أصلا منفكر في الموضوع من سنة تانية فلما جات لنا الفرصة في سنة رابعة أن احنا نعمل مشروع التخرج فقررنا أن احنا ننفذ الابليكيشن انتو الخمسة اه احنا الخمسة ترجمة نانسي قنقر